موسيقى لانها فعلا كتستحق تجريبة والاهم من هذا هو اننا كنحضروها الدفعة واحدة بدون مجهود وكتعطينا ما شاء الله كيمية وفيرة نخليكم على الفيديو في ايناء كنودع قبصة من الملح ثم على بركة الله كنضيف حبتين من البيض ثم غدينضيفوا كأس من السكر ما يعديل 150 مليلتر لكيوزن كأس في السوائل وفي السكر كيوزن 120 غرام كيس سكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامة ونصف وكنحركوا السكر مع البيض جيدا حتى كنحسوا بان السكر داب وكيتغير شوية اللون ديال الخالد كيولي لون ابيض من بعد غادي نحتاجوا الكأس من الزيت ما يعديل 150 مليلتر كنبدو باضافة الزيت بشكل تدريجي وحنا كنحركوا حتى غادي تنساجم لنا الزيت مع المكونات الأولى ومن بعد غادي نستمره كنحركوا الزيت جيدا ثم غادي نجيو وغادي نجيبوا واحد زلافة غادي نعملوا فيها كأس من دقيق ما يعاديل 100 غرام وكنعملوا كيس خميرة حلويات بيكين باودر من وزن 8 غرام إذن ثلاثة مكونات أساسية اللي قلت لكم هي البيض الزيت والدقيق هذو هما المكونات الأساسية الفانيلا ممكن تعودوها بأي شيء مثلا بأي نكهة وعدنا هنا يخلطنا الخميرة مع دقيق الخميرة كيس ما يعادي الملعقة كبيرة إذا بغيتوا تدخلوا القياسات بالملعقة كنضيفوا الكأس الثاني غادي نعطيكم هنايا القياسات اللي اخذت مني لأن العديد من الأخوات المبتدئات كيبدو يطلبوا مني كيمية دقيق مضبوطة هنايا عملت الكأس الثاني هذا الكأس الثالث وانتو مارا هالدقيق دائما كيختلف درجة انتصاص من نوع لآخر هالدقيق اللي عندي هاد المرة ما كيتشربش مزيان لذلك في الحلوة فحتاجيت أربعة كؤوس ونصف إلا كان عندكم دقيق اللي كيتشرب فراه ممكن تحتاجوا أربعة كؤوس على حسب كما قلت لكم دقيق هنا ضفت نصف كأس يعني ربعة كيسا ونصف وغادي نجمعو العجينة بحيث تبقى تلتسق باليد ضروري لأننا غادي نضيفو من بعد الكاكاو غادي نضيفو من بعد ملعقة من دقيق غادي نقسمو الخاليط إلى نصفين شتوب عني الخاليط راه كيلتسق في اليد هاد العجينة غادي نجيبو واحد الكيس من كاكاو ما يعادل سبعة غرام أو لا ملعقة كبيرة غادي نعملوه في غير بال تفادي يلي وجود أي تكاتولات ثم كنضيفوه العجينة أو لنصف الأول ديال العجينة وكنبدو نعجنوها باليد ديالنا حتى كندخلو فيها من بعد كن يعني جزء الآخر كنضيفو ليه ملعقة كبيرة منطقيق هكا باش كنحصلوه على عجينة اللي كيكون عندها نفس القاوام من بعد هديك العجينة الثانية اللي ضفنا لها ملعقة كبيرة من دقيق كذلك ندخلو فيها من بعد غادي نجيبو بلاستيك غدائي على بركتي الله وكنجيو غادي نعملوه في سطح العمل ممكن تعملوه حتى ورق الطبخ أو لورق الزوبدة اللي متوفر عندكم بغيتو تعملوه على السطح مباشرة عملوه لكن غا تلقوه صعوبة ملي غا تبغيو تهزو العجينة لذلك نعملو هاد بلاستيكة باش تساعدنا اننا نهزو العجينة وتبقى محافظة على شكل ديالها كنحاولو اننا نشكلو العجينة على شكل مستطيل بنسبة للحجم يعني مستطيل من حجم توسط العجينة ما تكونش غليدة وما تكونش رقيقة غادي نوضعوها جانبا كما كتلاحظو معايا وبنفس طريقة غادي نعمل بلاستيك اخر اللي غادي نعمل فيه العجينة اللي هي بالكاكاو كنجيبو كذلك الميدلك وكنحاولو اننا ندلكوها بنفس الحجم ديال العجينة الاولى اللي هي العجينة البيضاء اللي خلينها غير بالفانيلا هنا يا ضروري ان العجينة الاولى والتانية يكون عندهم نفس الحجم ضروري ومؤكد ايوى من بعد غادي نجيبو غادي نوضع نخلي هاد العجينة وغادي نجيب العجينة التانية وغادي نوضعها فوق العجينة الاولى اللي هي بالكاكاو من بعد غادي نقلبهم باش تجيني العجن البيضاء هي اللي في الأعلى كما لحتوا معايا غادي نزول هذا The classic كما أجتوا العجن البيضاء هي اللي في الأسفل باش من اللي كان لفوها كان بدغوا في اللف كتجينة هي اللي كان في الأعلى والعجن السوداء كتجينة هي اللي كان في الوسط كان دهو نلفوا من الجانب على هاد الشكل وكنجيوا من جانب الأخر يعني كنلف one一個 نصف فقط غادي نقلبها وغادي نجي الجانب الأخر ونلفها كذلك للنصف هذا الحلوة يكبر الحجم في الفرن لان فيها الخميرة تزيد ضعف نجيب واحد سكين ونقسم العجينة الى نصفين كما اشتوا تشكلنا دفعة وحيدة فبالتالي نحضروها بكل سهولة نحاولو اننا نضغطو عليها باش تلتسقوا العجينة مع بعضهم العجينة السوداء والاخرى من بعد نجيب واحد سكين ونقسمها هكا كيبقى لكم هنا الاختيار بغيتوا تقسموها على شكل وهي طويلة انا فضلت ان نقسمها هكا على قطع صغيرة ومن بعد نجيبوا السكين ونقطعوها على بركتي الله شفتوا معايا قنقطعوها على هاتشكل بالنسبة للصمكة الحلوة انتو ما كتحكمو فيه واش تبغيوها تكون رالي دولة رقيقة انا عملتها بواحد السمك ديل واحد سنتيمتر تقريبا وبنسبة كما سبق لي ذكرت راها كالضاعف في الفرن يعني خودوا هادي بعي الاعتباء يعني واخد تعملوها شوية الحجم ديالها صغير راها زيت تكبر من نفس الطريقة غادي نقطعو كل كمية شفتوا معايا هنا غادي نقطع بهاتشكل ومن بعد غادي نجيب صافيحات الفرن كنبدأ نهزهم مباشرة راهم سهلين وسريعين جدا في التحضير كنجيبو صافيحات الفرن كندهنوها بالزيت او لك تفرشوها بورق الطبخ من بعد كنجيبو العجينة ديالنا وكنبدأ نلفوها نصفوها عفوا بالصفيحة ديال الفرن تخلي وحد المسافة قريبة بيناتهم يعني ما تلسقوش واحدة معا وحدة لانهم غين تافخوا في الفرن وهنا ياره الفرن ساخن من قبل سواء فرن كهربائي ولا غازي كتعملو على اعلى درجة حتيسخن جيدا من بعد كتنزلو درجة الحرارة بالنسبة الفرن كهربائي الميوستين وبالنسبة الفرن الغازي كذلك كتعملو درجة خفيفة وكتعملو النار من الاسفل حتي يتحملو من الاسفل من بعد كنعملو النار من الاعلى باش يتحملو من الفوق وفي الاخير بعد ما خرجناهم الفرن زولتهم السفحة ديال الفرن وخليتهم حتى برتو غادي القطع معاكم قطعة باش تشوفوا معايا كيفاش كيجيوا راها كيجيوا مقرمشين رائعين فيه بلن غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم مياف المياه وانتم ماذا غادي ترجعوا لي وتخليوا لي يعيناهم نالوا اعجابكم شوفوا هذه نضغطها لها راها كيجيوا مقرمشين لكن في نفس الوقت راهم مرتبين يعني مشي ذكي الحلوة اللي كتجي قاصحة شكرا لكم على حس المتابعة استودعكم الله